السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعكم ورحمة الله وبركاته ومعكم ورحمة الإمام وقناة موفي دي سؤال قوي هل معدل الجامعة مهم؟ طي أنا رح أحكي لكم من تجربتي شخصية الحمد لله وكيف معدلي أثر علي آه أو لا مبدئيا أنا معدلي اتخرجت من الجامعة معدل مقبول 2.1 ليش لهذه الدرجة كنت أدرس والله بس خلص زي نعم عند الواطن طيب مع أنه أنا الحمد لله أدرس ماجستير وإن شاء الله أنا وكمل دكتورها حسا المعدل مهم في خلال مسيرتي في سوق العمل ولا حدا سألني عن المعدل طبعا لأنه في مجال البرمجة لا ينظروا عن المعدل أوكي ولكن تقط في الفيديو خلص خدت اللي بدك إياه وتطلع لا لا المعدل مهم تمام فاستبنى رأعطيك الجهتين وأنت شوف وقرر في نفسك المعدل في سوق العمل أو بالشغل مش مهم أوكي في شركات ما بسألوا عليه شركات بسألوا بس على إيش على أنت شو بتشتغل أنت شو بتعمل شو عندك خبرة ذات أوكي أوكي بطلعوش حتى على شهادة الجامعية بتاعتك أوكي فما منظروا عن المعدل في شركات كبيرة ما لا هلأ ما عمر مرة علينا حدا طلب معدل بس المعدل مفيد لما تيجي بدك إيش تدرس دراسات عليا هذه الدراسات العليا مفيدة ومهمة يعني جدا ورح أحكي إن شاء الله عليها بفيديو قادم المعدل العالي عالجد بيفيدك تحصل جامعة محترمة والجامعات المحترمة بيعطوك علم محترم والعلم المحترم والله برقيك بخليك ترتقي بشكل كبير ف معدلك البكالوريوس نعم أخي الكريم جدا مهم أوكي واحد إذا أنت معدلك عالي معناته أنت مركز في موادك معناته أنت بتجيب معلمات عالية معناته أنت عم تستفيد من علم هذا العلم كله رح تستفيد منه الرياضيات الليينة الأرجيبرا الدسكريت ماد هذول كلهم مفيدات والله جدا مهمة أنا حاليا بدرس طلاب نظرية المعلومات وهي على كثير وصراحة كنت جدا نسيها رجعت درستها من جديد والحمد لله الواحد يا أخي بس يكبر شوي يستقبل العلم بسرعة جدا حلو هاته العلم تمام يعني أنا لو كنت مركز في دراستي يعني كان ما تغلبت لهذه الدرجة في فهم من جديد فمعدل جدا مهم خصوصا للدراسات العليا ولا تحصيل شركات تحصيل دراسات عليا في جامعات محترمة وصدقني تتخرج من جامعة محترمة بفيدك في اي بابليكيشن لو بدك تكتب بكتاب لو بدك تعمل بيبر لو بدك تشتغل بشركة محترمة تمام كل هاي الأمور بفيدوك فيعني اختيارك لموادات ودراستهم وجيب معدل عالي هذا فعلا رح يفيدك لقدام تمام وعن المؤاخذة انت رايح تجامع ليش رايح تدرس طيب ركز في دراستك ركز في دراستك اللي بيجي بيحكي لك والله أنا اشتغلت كل الشركات والواحد سألني عمعدل طيب ماشي وانا كمان ما حدش سألني عمعدل تمام بس إذا ناوي تكبر وتصير إشي لا خلي معدل لك علي واطلع أدرس برا واحكي لك حطها في سيفي تاعتك انا والله معدل هي كيف في الجامعة رح يتطلع في شركات رح يتطلع ممكن يعني واحد يكون معدل عالي وشايف حاله كمان وينظر آه شوف هلو معدل عالي اوكي من جيبه قد تحدث تمام ف أنا أنصح الجميع نعم ركز على معدلك معدل اشي مهم ترفعه اوكي ورح يفيدك كثير خصوصا أنك تحصل لدراسات عليا في شامعات راقية وجماعات راقية اكوال شركات ان شاء الله ممتازة او شغل لك الخاص الممتاز تمام وعفكرة بتلاحظ اي ناس كاتمين كتاب اي ناس عاملين شغلات بتلاقي درست انا درست باكالوروس في جاء ماجستير في بي اج دي في وناس معهم تو بي اج دي صح حلو تتعرف عن نفسك زي هيك وهذا الاشي بضمن لك يا غير لما توصل لمعدل عالي والغريب في الموضوع ان المعدل يواطي ولكن انا بدرز لدراسات عليا الحمد لله انا يعني صح اللي ادرست في جامعة ما كانت تطلع على المعدل كانت تطلع على الخبرة والحمد لله ولكن انا رجع في زمن لا رح ارجع واركز في دراستي واجيب معدل عالي ان شاء الله فتمنى من الجميع انه